تحت عنوان ايه الحلاوة والجمال ده منتخب السعودية بيكسب منتخب الارجنتين النهاردة بنتيجة اتنين واحد من لقاءات الجولة الاولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022 تعالى الاول نستعرض نتائج اليوم قبل ما نمسك في الجمال والحلاوة اللي شفناه من النهاردة الساعة 12 الدور نتائج النهاردة هي فوز السعودية على الارجنتين اتنين واحد تعادل سلبي بين الدين مرك و تونس وتعادل سلبي ايضا بين المكسيك و بولندا بينما فازت فرنسا على استراليا باربعة اهداف مقابل هدف واحد بهدف ليأ الشهري واخر للدوسري يحول المنتخب السعودي التأخر بهدف ليونيل ميسي الى انتصار بنقاط ثلاثة في بداية تاريخية وسط حضور جماهيري وصل الى 88 الف مشجع فستاد لوسيل اللي احتضن النهاردة مباراته الاولى في بطولة كأس العالم اللي من اجلها انطلقت المسابقة وهذه الحركة البهلوانية اللي عملها اللاعبون السعوديون هي تعبر عن كل اجواء الاحتفال في المنطقة العربية اللي احتفل بها الجمهور مش بس السعودي بل كل الجمهور العربي وهو يشاهد كيف يتحكم المنتخب السعودي في ايقاع ورتم مباراة امام فريق مرشح لنيل اللقب مش مرشح لصدارة المجموعة لنيل لقب كأس العالم منتخب السعودية او الاخضر كما يحب المتابعون ان يلقبوه كافح بجدارة طبق خطة التسلل في الشوط الاول فاستقبل هدفا وحيدا من ضرب الجزاء واستقبل ثلاثة اهداف اخرى طبقت فيها مصيادة التسلل ونجحت ثم عاد في الشوط التاني او كما قال اللاعبون عندنا مدرب مجنون بين الشوطين قال لنا حاجة حولتنا تحول لعب المنتخب السعودي في الشوط التاني ففي ضرف دقائق قليلة من زمن المباراة او تحديدا الشوط التاني نجحوا في تحويل هذا التأخر الى تقدم منهم الهدف التاني هدف من نوعية اجوال ميسي الدوسري استقبل الكورة طولت منه اتطرف بيها هوش رقص ثلاثة دخل منطقة الجزاء من جديد وعلى يسار ايميليانو مارتينيز اللي حاول بعدما مد كل اطراف جسده لكنها محاولة غير مجدية لان الكورة احبت ان تدخل الى الشباك قبليه كان الشهري بعد ضغط مثالي على ميسي نفسه في نص الملعب وصلت له الكورة ونجح في ان يسجل بيوسرا على يسار ايميليانو مارتينيز خلصت ما خلصتش استقبل المنتخب السعودي كل وسائل الضغط مش مشكلة لكن باداء رجولي قتالي من لعبي الدفاع سواء الخط الخلفي او الخط اللي قدامهم من الاطراف سواء الشهراني او المتقلق سعود عبد الحميد سواء من البليهي او الرائع او الرائع التنبكتي الرائع التنبكتي او من خلفهم الخط الاساسي على مستوى الدفاع حارس المرمى العويس نجح المنتخب السعودي حتى مع طول دقائق اللعب في الوقت بدل الضايع من عشرة او من تمانية الى اربعتاشر ان هم ياخدوا النقاط الثلاث المستحقة جدا وما اجملها من فرحة عربية وتحديدا سعودية